السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هذه القرآن وما زلنا مع تأملات ونظرات في كتاب الله تعالى نتتبع المراحل والاطوار التي مرت منها الدعوة الاسلامية وكيف كان ينزل القرآن الكريم على قلب النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتلقاه الناس في المراحل الاولى من الدعوة في مكة والصراع الذي كان بين طرفي النقيد بين المشركين وبين المؤمنين وما موقف النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الرسائل والاشارات التي من خلال السور يقدمها الله تعالى للأمة ولعلماء الأمة ولمسؤولي الأمة وصلنا الان ايها الاحباب الكرام مع لحظة حاسمة مع نزول سورة خطيرة سورة كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا كان يقرأ القرآن ووصل إليها كان يرتجف وكان يرتعد وكان يشعر بالخوف والخجل ما هي هذه السورة؟ إنها سورة عبس التي يقول فيها ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلغى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة متهرة بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقدم أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شأقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ولخلا وحضائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعمكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله مولانا العظيم هكذا نزلت سورة عبس والظروف التي جاءت في هذه السورة المباركة أن الإسلام لا زال غريبا وقد مرت حوالي أربع خمس سنوات والآية تنزل على قلب النبي الكريم ومرت مراحل الدعوة الإسلامية مرت بمراحل كثيرة فبعد المفاوضات وقالوا يا محمد تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة فنزل قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قالوا له يا محمد صف لنا إلهك فنزل قول الله تعالى قل هو الله أحد الله صمد ثم قالوا له يا محمد سوف نريك عجائب قدرتنا فقاموا له بسحر وشعوده فنزل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس واستمرت هذه المفاوضات كل مرة أخدا وردا وبدأت أجواء من الهدوء تسود حياة المسلمين في مكة المكرمة فأرد المشركون أنهم يستمعون إلى القرآن وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يسلم الأغنياء يتمنى أن يسلم الكبراء يتمنى أن يسلم أهل السلطة والجان لأن معظم من تبعوه هم من الفقراء ومن العبيد ومن الأيتام والأرامل والمساكين والمستضعفين في الأرض وهؤلاء لا حول لهم ولا قوة ومعلوم أن الدعوة نجح وأي دعوة لابد أن تحتاج إلى مقومات وإلى أسباب قوية من بينها المال والسلطة والنفوذ والقدر على الدعاية لكن النبي الكريم ليس له شيء من ذلك ما عنده إلا إيمان صادق ولسان ذاكر وخلفه أتبع كثير من العبيد والمستضعفين وكان أمل النبي الكريم أنه يؤثر في بعض الكبراء والأغنياء والأثرياء وأصحاب الرأي وأصحاب الجاه فتيسر له مرة أن بعضهم قالوا له يا محمد أحضر إلى نادينا وأطلع علينا ما تزعم أنه قرآن لعلنا نستمع تفرح النبي الكريم فرح بهذه الدعوة الدعوة جاءته من كبار المشركين ومن كبار الكفار هم قالوا له نحن نريد أن نستمع إليك وكان من بينهم الوليد ابن المغيرة وكان العاص بن وائل وكان أبو جهل وكان أحدد كبير من الأثرياء من الكبراء من أصحاب المال والجاه فحضر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إليهم في خيمة كبيرة مزركشة وفيها طعام وشراب وأواني دهبية وفضية وهم يلبسون لباسا أنيقا ولباس فيه حرير وعندهم شراب فوق الموائد وافتسح النبي الكريم الكلام لكي يعرض عليهم دعوة الإسلام كل همه أنه يعرض دعوة الإسلام والتوحيد لعلهم يؤمنوا لعل بهم ينصر الله هذا الدين اللحظة التي افتتح فيها النبي الكلام مع هؤلاء القوم وكان فيهم كبرياء وكان فيهم خويلاء جاء رجل من المستضعفين اسمه عبد الله بن أم مكتوم وكان ضرير كان كفيف كان فاقد البصر وكان فقير جدا ولباسه رتا لباسه مرقع وجاء بعكازه من بعيد يبحث أين هو النبي فقال له ربما في بيته فذهب إلى بيته فسأل أزواجه فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أتخرج فذهب إلى المسجد فلم يجده فذهب إلى السوق فلم يجده أين رسول الله أين حبيب الرحمن فقالوا له إنه هناك في النادي في برلمان كبير في مقر يجتمع فيه كبراء وسنضيد قريش فقال أريد أن أقابله إني كنت أقرأ القرآن ومررت على آيتي من القرآن فلم أفهمها وأريد أن يستقرأني القرآن ويرشدني ويفقهني فصار عبد الله بن أم مكتوم يبحث حتى وصل إلى المقر الذي يجتمع فيه الكبراء فيه الأثرياء لشد السوق كلها يعني إحنا بالمعيار دي الحياة دينا الناس اللي هم في المرتبة العليا في السلطة والمال والجاه والتروى صعب جدا أنهم يقابلونك صعب جدا أنك تكلمهم ويكلمونك لأن هناك سياج بينهم وبين عامة الشعب فجاء عبد الله بن أم مكتوم لكي يدخل إليهم فدخل وقال يا رسول الله يا حبيب الله الحمد لله لقد وجدتك وجدتك أخيرا يا رسول الله إني أريد منك أن أستقرأك شبن القرآن أريد منك أن تفهمني بعض الآيات أريد منك يا رسول الله أن تعلمني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل احمر وجهه وأدار عليه رأسه ولم يرد أن يكلمه وتعبس النبي صلى الله عليه وسلم وإشمأز من وجوده وأعرض عنه وهو يقول يا رسول الله يا حبيب الله أريد منك أن تعلمني الدين أريد منك أن تفقهني في معاني الدين والنبي الكريم لا يريده أن يحضر والكبراء أيضا هم يستعلون برقابهم أنهم تواضعوا لهذا الرجل الذي يدعي النبوة لكي يسمعوا له هذا المشهد لما وقع النبي الكريم رد ابن مسعود وأكمل الحديث مع القوم فجاءه الوحي الإلهي جاء القرآن الكريم من فوق سبع سماوات يعاتب رسول الله ويعاتبه عتابا شديدا ماذا قال فيه ربنا يقول عن طريق الحكاية لم يقل يا محمد أنت فعلت كذا وكذا لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له مقام رفيع عند ربه ويعزه ويكرمه فسردها على شكل حكاية فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى يعني محمد قد تعبس وجهه وتولى تولى أعرض أعرض برأسه وبجسده استدار هذه اللحظة النبي الكريم كان جالسا فجاءه الوحي الإلهي وبدأت الرحضاء والعرق تسبب منه فقالوا إن النبي الكريم يوحى إليه فنزلت هذه الصورة بكاملها خطاب للنبي الكريم أولا ثم لأولئك الكبراء من مشرك قريش ثم للأمة الإسلامية إلى قيام الساعة هذه الصورة مخيفة فيها معاني كثيرة قال عبس عبس يعني كشر بوجهه وأظهر عدم السرور وعدم الارتياح عبس وتولى تولى بظهره وتولى بعنقه أن جاءه الأعمى جاءه يعني عبد الله بن أمي مكتوم وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى يعني يا محمد هذا الرجل جاء عندك لا يطلب مالا لا يطلب شغلا لا يطلب مساعدة وإنما جاء لكي تذكره بالله وتذكره بالدين انظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم المولى لنبيه اختر فيهم قوة الإيمان وقوة اليقين كانوا يتحركون يامنا وشمانا ليس طلبا للدنيا وإنما طلبا للدين يريدون أن يتعرفوا عن أحكام الحلال والحرام يريدون أن يتعرفوا ما يقربهم إلى مولاهم وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى يا محمد لماذا هذا الصنيع؟ هذا المستغني هؤلاء الصناديد الكبراء المشركون المتكبرون المتعجرفون استغنوا هم يحتقلون الدين ويستغنون عنه لأن ربنا عز وجل أكرمهم بالمال وأكرمهم بالسلطة هو سبحانه الذي أعطاهم المال وأعطاهم السلطة وأعطاهم الجام عوض أن يشكروه على هذا العطاء عوض أن يخضعوا لأمره هم تكبروا طبيعة الإنسان إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى الطغيان هي طبيعة الإنسان إذا تقوى بالمال والسلطة والجام أما من استغنى فأنت له تصدى أنت تبحث عنه تبحث عنه وتتودد إليه وتخضع له وتماريه وتتطفى في الحديث كله تتصدى له وما عليك أن لا يزكى وكأن ربنا عز وجل يقول له ما يضرق يا محمد أن لا يؤمن هذا لا نريده أن يكون من أهل الإيمان هذا الذي يتكبر ويستعلي ويتبجح لا نريده في حضرة الإيمان خلاص أتركه يرحل لماذا أنت يا محمد هكذا تتدلل له وتنبطح لأمره أنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وبالمقابل ماذا قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلغى يا محمد هذا الذي جاءك يسعى جاء من بعيد جاء يبحث عنك وهو أعمى وكبير سن وفقير وله بعكازه يبحث عن أمور الدين ويبحث عن أمور اليقين وهو يخشى الله جاءك وهو يخشى يخشى البعث يخشى النشور يخشى يوم القيامة فأنت عنه تلغى يعني أنت تشغلت عليه هذا هو اللي يخشى تهتم به هذا الفقير هذا المحتاج هو الذي ينبغي أن تصب كل اهتمامك عليه وليس الأثرياء وليس أصحاب السلطة وأصحاب المقام ثم قال ربنا عز وجل كلا هذه الكلمة فيها جرس موسيقي مفزع وكأن ضربة القاضي القاضي لم يدرب بالمطرقة فوق المنصة كلا هذا الذي صنعته يا محمد لا ينبغي أن ما كان عليك أن تفعله كلا ثم قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ربنا يقول يا محمد هل تظن بأنك لما تؤثر في هؤلاء الكبراء سوف يعزون الإسلام وسوف يرفعون راية الدين كلا الدين مرفوع الدين مقامه علي لأن ربنا عز وجل كلف به من كلف به السفرة الكرام البررة وهم الملائكة أن القرآن الكريم مكتوب في صحف مكرمة في اللوح المحفوظ عند رب العزة مرفوعة مطهرة كتب طيبة طاهرة نقية صفية لا يصل إليها خبت ولا إساءة ولا إفساد بأيدي صفرة يعني هم ملائكة يسافرون من مكان إلى مكان عندهم قوة الحركة وقوة الانتقال من مكان إلى مكان في رمشة العين بأيدي صفرة كرام بررة أن فيهم الكرم وأنهم بارن بأمر الله وأنهم يطيعونه هل تظن بأن هذه الحفنة من المشركين والصناديد الذي عندهم المال والتروة والجاه سوف يعزون الإسلام الدين معزوز بربه وربنا له جنود السماوات وملائكة الأرض وفي كل مكان إلى أن قال ربنا عز وجل قوتل الإنسان ما أكفره وكأن ربنا عز وجل يقول هذا الإنسان الذي يتبجح هذا الإنسان الذي يستكبر هذا الإنسان الذي يرفض دين الله ربنا يدعو عليه بالسوء قوتل الإنسان ما أكفره يعني وكأنه قد أصب أصب في عمق نفسه وكأنه سوف يزول من الحياة قتل الإنسان دعاء له بالقتل والعياد بالله قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماثه فأقبره ثم إذا شاء أنشره ربنا ينتقل إلى حقيقة الإنسان هذا الإنسان الذي يظن أنه شيء هو لا شيء هذا الإنسان من أي شين خلقه مما خلقت أيها الإنسان هل تدري أيها الإنسان العظيم أيها الإنسان القوي أيها الإنسان المتكبر ألا تذكر بأنك خلقت من نطفة من مني تمنى من نطفة أصلك أيها الإنسان من نطفة خلقه فقدره أعطاه السمع والبصر والفؤاد والعقل والقلب وأعطاه القدرات من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ربنا أعطاك القدر على الفكر والقدر على الكلام والقدر على السمع والقدر على الحركة والقدر على الإنتاج والقدر على جمع المال والمتاجرة والقدر على التأثير في الناس ومن ثم صرت إنسانا يدرب لك ألف حساب من الذي أعطاك هذه المقامات من الذي أوصلك إلى هذا المستوى الرفيع أليس الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل عليك أيها الإنسان هذا السمع هذا البصر هذا الفؤاد هذا العقل هذا الفكر هذه القدرة على الحركة هل هي من عندك أم من عند أمك وأبيك إنها هبة من الرحمن فعليك أيها الإنسان أن تتذكر ثم السبيل يسره ثم أماثه فأقبره ثم إذا شاء أنشره يعني ختاب الإنسان قصته قصيرة رحلة فوق الأرض قصيرة بعد أن يحيا ويتجبر ويتكبر ويحكم ويأمر فس إنه سوف يقبر سوف يدب للقبر وسوف يكون جتة وريحة كريهة بدون مال وبدون جاه وبدون السلطان ثم أماثه فأقبره في القبر ثم إذا شاء أنشره يعني بعد القبر هناك النشر بعد القبر هناك البعت هناك النشور ثم أماثه فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يأتي ما أمره لما يقدم أمره كلمة كلا فيها فزع جرس موسيقي قوي وكأن ربنا عز وجل كما يفعل القاضي لما يضرب بالمطرقة المنصة لكي يقول أسمتوا وانتبهوا إنه ربكم يخاطبكم وأن ما فعلتم من أمور لا يرضاها كلا لما يقدم أمره الإنسان ما زال تبعك أشياء كثيرة وكثيرة في حياتك فانتبه أيها الإنسان الغافل ثم ينتقل ربنا عز وجل ليذكر بعض النعم التي أنهم بها علينا ونحن ننساها لماذا نتكبر ولماذا نستعلي ولماذا نرفض هذه العقيدة وهذا الدين ونحن كلنا محتاجين إلى عطاء الله فيذكرنا ربنا عز وجل بأبسط نعمه وهي نعمة الطعام فيقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أئنا صببنا الماء صبا ثم شأقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحضائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم أيها الإنسان المتكبر أيها الإنسان المتعجرف ماذا لديك أنت ليس لديك أي شيء كل ما عندك هو ملك لله نحن كلنا عبيد لله نحن مصيرون بقدرة الله وإنما ربنا عز وجل إكراما لنا يعطيك دائرة حرية ودائرة مبادرة وإلا فكل شيء من عند الله أنظر للطعام ربنا يلفت الانتباه للنظر إلى الطعام أيها الإنسان المتعجرف قبل أن تأكل الطعام انظر إليه جيدا مهما كان شأنه من الذي خلقه وصيره وأوجده حتى صار بين يديك انظر إلى المراحل التي مر هذا الطعام منها حتى وصل إليك منذ أن كان حبة قمح ثم بعد ذلك صار سنبولة ثم بعد ذلك بعد الحرط جاء الحصاد ثم جاء الطحن ثم جاء العجن ثم جاء التوزيع ثم جاء تم طهوه ثم 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 وصل إليك وقص على ذلك جميع أنواع المأكلات وجميع أنواع الخيرات التي خلقها الله تعالى انظر إليها إنك تأكل أيها الإنسان على الأقل ثلاث وجبات في اليوم كل وجبة عليك أن تنظر جيدا من الذي أوجد لك هذا الطعام الذي يشكل الطاقة هذه الطاقة التي تجعلك تتكلم هذه الطاقة التي تجعلك أحيانا تتكبر على الخلق وتشعر بأنك قوي تستقوي بأذي الطاقة هذه الطاقة التي أعطاها لك هو الحق سبحانه وتعالى فليقول فلينظر الإنسان إلى طعامه إن صببنا الماء صبا ثم شأقنا الأرض شقا هذا المطر الذي أنزله الله من السماء صببنا الماء صبا انظروا إلى أثر رحمة الله الواسعة وبهذا يعرف الله تكون السماء مدلهمة وفي لحظة تنقشع ثم تأتي أمطار الخير وأمطار البركات إن صببنا الماء صبا لو أراد ربنا عز وجل لجعله غرقا ولكنه يجعله غيتا ورحمة ثم شأقنا الأرض شقا الأرض تجدها ميسرة ربي جعل فيها الطين جعل فيها الله تعالى تربة هينا لينا شأقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة الحبوب أنواع الحبوب نزل الفلاحة وملك يعرفوا هذا الكلام حبوب لات وعدة أحصى أم قمح وشعير وضرى وعدس وفول وحمص وغيرها فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا ربي ذكر العنب لأنه لديد محبوب فيه مضاق جميل وأنواع وأشكال وقضبا القضب هو أنواع الخضروات الطرية التي توكل من غير الطهي وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة الزيتون انظروا إلى عظمة الزيتون الناس يفتخرون والحمد للبلد المغرب يعتبر عمدة زراعة الزيتون وهناك مناطق لفيها أنواع وأشكال ولدة للطاعمين والشاربين وزيتونا ونخلة النخيل فيه تمور كثيرة انظروا إلى الواحات الغناء انظروا إلى الأماكن الفلاحية في النخيل أشكال وألوان وحضائق غلبة الحضائق يعني هي جمع حضيقة هي البستان انظروا إلى البساتين انظروا إلى إلى المزارع الفيرمات انظروا إلى أعداد كبير منها أشكال وألوان فيها خيرات وفيها بركات وحضائق غلبة غلبة يعني أنها فيها نخيل طالعة تحمي نفسها بنفسها الناس يدرون الحماية بالأشجار كنت قالك في الحدود درين أشجار كبيرة صامقة عالية تحمي ما بالداخل وحضائق غلبة وفاكهة وأبع الفاكهة انظروا إلى أنواع الفواكه انظروا إلى الليمون البرتقال انظروا إلى الموز إلى التفاح إلى الخوخ إلى المشمش إلى الحبل الملوك انظروا إلى أشكال وألوان تسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل فيها مضاقات مختلفة وألوان مختلفة موزار كشب وفاكهة وأبع أبع أبع هو طعام الأهنام التبن أشكال العلف لكي يكلوا الحيوانات والبهائم متاعا لكم ولأنعامكم يعني أربنا كيتالله في نحن وكيتالله في البهائم وكل شيء وكل كل شيء شارب كل شيء منعام أيها الإنسان الذي يتكبر على خلق الله من المستضعفين انظروا لو أن الله تلأ أمسك السماء وأمر الأرض بأن لا تنبت أمر السماء أن لا تنطر وأمر الأرض بأن لا تنبت ماذا سوف يكون مصيرنا جميعا أليس الهلاك المحقق بلى فالإنسان عليه أن ينظر إلى آثار رحمة الله عليه وبهذا يعرف الله ثم ينتقل ربنا سبحانه وتعالى إلى مشهد آخر غريب وخطير جدا هذا المشهد هو ينتقل إلى مصار الحياة الدنيا سوف تنتهي وسوف نصل إلى مقام آخر هو مقام البعت ومقام النشور ومقام الحساب هذا مقام مخيف ومرعب يصور فيه ربنا عز وجل أهوال يوم القيامة فيقول الله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ربنا عز وجل يحكي لنا أنه بعد كل هذه الدنيا وهذا الصراع حولها وهذا الخصام وهذا التجادب كلنا سوف نقبر أماته فأقبره سوف نقبر ولا نأخذ معنا أي شيء تخلنا إلى الدنيا حفاتا عراتا وسوف نخرج منها أيضا حفاتا عراتا فيقول الحق عز وجل أنه سمها الصاخة فإذا جاءت الصاخة هول يوم القيامة مخيف الصاخة هو صوت مرعب إذا سمع ودويه فإن الحي يموت والميت يحيى في فزع كبير فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه نحن عادة أين نفر؟ نفر إلى أسرتنا لما يقع لنا مشكل من المشاكل نفر إلى أحضن الأسرة أذهب عند أمي وعند أبي أو عند زوجتي وعند أولادي وعند أخي أحتمي به لأنه قوي وسوف يحميني لكن في هذا المشهد حتى أفراد الأسرة نهرب منهم الإنسان يهرب بدأ ربنا عز وجل من أخيه يوم يفر المرء من أخيه لماذا ربنا ذكر الأخ أولا؟ لأن الإنسان حينما يقع في ورطاء لا يفكر في أمه وأبيه لأنهم مستضعفين ولا يفكر في زوجته لأن الأخرى ربت بيتهم ولا يفكر في أولاده لأنهم صغار وإنما يبحث عن من يحميه فمباشرة يتجه إلى الأخ الأخ هو رقم واحد حينما نكون في وضعي صعبة عندنا شجار أو خصام أو اعتداء أو احتجنا إلى المال والمساعدة فأول من الجائل هو الأخ فهذا المقام مقام فزع وهول الناس يفرون يوم يفر اسمعوا إلى كلمة يفر الناس يهربون الكل يقول نفسي نفسي أخوك تهرب منه أمك وأبوك وزوجتك وأولادك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه الناس كلهم عندهم أمر واحد يبحثون عن النجاة يبحثون عن الفوز يبحثون أن يكودوا مع الفرق الناجية التي يدخلون إلى الجنة يخافون ويرعبون ويهربون فيقول ربنا عز وجل ويقسم الناس قسمان وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة ربنا يقسم بأن الخلق يوم القيامة يوم الصاخة يوم البعت والنشور سيكون فرقتين الفرقة الأولى هي فرقة أهل الإيمان واليقين ذكر ربنا بأن وجوه مسفرة مسفرة يعني جميلة واضحة بين مثل الصبح الصبح لما يسفر الصبح لما اطلع الشمس لقد أسفر النهار هذا مسفرة جميلة وفرحانة ضاحكة مستبشرة هنا الضحك هنا الاستبشار الناس فرحانين وسعداء لأنهم صاروا إلى النجاة وأن الله تعالى رضي عنهم وردوا عنه وكتب لهم الجنة والفئة الثانية وجوه يومئذ عليها غبرة غبار من كل ناحية ويشعرون بالخوف ويشعرون بالفزع ترهقها قطرة تلقى بأن هذا التعب الشديد والجفون طيحة والخدود فيها تجاعيد والقوس كله مقوس وحد الوضع مخيف وجوه يومئين عليها غبرة ترهقها كترة أولئك هم الكفرة الفجرة كان كافرا وكان فاجرا لأن الكفر يؤدي للفجور والفجور يؤدي للكفر والعياد بالله هكذا تنتهي الصورة لكي تتنصق مع أولها ومع آخرها الأول تنصق مع الآخير وكفر قريش لما سمعوا هذه الصورة المباركة فيها إقاع قوي وفيها كلا مرتين كلا من أدركته رحمة الله تعالى علم حقيقة الدنيا بأنها ثانية وبأنها ناقصة وبأن العاقل هو من عمل للدار الآخرة ولم يتمنى على الله الأمان ولكن من طبع الله على قلبه فإنه رفض الدين واستمر في التحنت واستمر في المعارضة هكذا جاءت صورة عبس وتولى ومن تم النبي الكريم حينما أنزت هذه الصورة صار يذهب عند عبد الله ابن أم مكتوم هذا الرجل الأعمى الذي أنزت فيه الصورة فكان إذا تلقاه في الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري ويعانقه ويقول يا مرحبا يا مرحبا بالذي عاتب لله في أجله لهذا الخطأ هذا خطأ ارتكبه النبي الكريم فعاتبه المولى عز وجل عاتبه فصار لكي يكفر عن خطيئته صار هو إذا رأى رأى عبد الله ابن أم مكتوم رجل فقير عنده لباس في مرقعات ومعدم فكان النبي الكريم على مقامه الشريف إذا وجد عبد الله ابن أم مكتوم هذا الأعمى هذا الضعيف يسير إليه ويعانقه ويقول يا مرحبا يا مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله من فوق سبع سماوات فإذا أراد أن يجلس عبد الله ابن أم مكتوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل عنه معطفه وجبته ويفرشها في الأرض ويقول إجلس علي ابن المكتوم إجلس ويقول إيتني بالماء البارد المحل بالعسل أعطوه لابن أم مكتوم فكان النبي الكريم يغازله ويقول فيه كلام لطيف جدا حتى إن أمنا عائشة كانت تتأثر كثير قالت لو كان القرآن من اختلاق محمد ما كان له أن يكتم هذه الصورة لو كان القرآن الكريم اختلقه محمد بن عبد الله كما يدعي المشركون ما كان له أن يكتم هذه الصورة وغيرها صور أخرى كقول تعالى عفى الله عن كلمة أدنت لهم فيها أيضا فيها عتاب عفى الله عن كلمة أدنت لهم وكذلك وتخشى الناس والله أحق أن تخشى أيضا فيها عتاب للنبي الكريم هناك عتابات في القرآن تقول أمنا عائشة لو أن القرآن فعلا من صنع محمد وتأليف محمد ما كان له أن يخفي أن يذكر هذه الصور كان عليه أن يخفيها لأنها تعاتبه ومن ثم صار النبي الكريم يكرم عبد الله بن أم مكتوم وصار يعطيه بعض المهام أعطاه مهمة الآدان في الهجرة سيوقع في مكة لكن بعد الهجرة سيعطيه مقامات رفيعة أعطاه الآدان كان ينوب على بلال الحبشي وكان يخلفه للصلاة إذا غاب النبي الكريم في صفر أو في غزوة أو سارية فإنه كان يخلف يخلف عبد الله بن أم مكتوم على المؤمنين في المدينة هو يصلي بالناس وكان عبد الله بن أم مكتوم لا يريد يقول يا رسول الله أريد أن أجاهد لما تقع الهجرة إلى المدينة المنورة وتقع الحروب وتقع حركة الجهاد سيقول لي يا ابن مكتوم أنت ضرير أنت مكفوف يقول لي أنت جهادك يا ابن مكتوم أنك تحافظ على الصلاة في المسجد أدن للناس في الوقت وصلي بالعاجزة والضعفة والنساء والأطفال صلي بهم في غيبتنا وظل هكذا ابن مكتوم يصلي بالناس حتى في القرن الخامس عشر من الهجرة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يشارك في غزبة القادسية قد يقول سيدنا عمر بغير نشارك في الجهاد يا أنت رقم ضرير مكفوف قال لي أريد أن أجاهد فأعطاه اللواء أعطاه اللواء وشهد له بأنه كان مقداما وأنه كان لا يخاف من العدو ويجري إلى الأمام وقد قتل في معركة القادسية ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه هذه الصورة فيها معاني عظيمة جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر للأمة بأن المعاملة مع المستضعفين هي أولى من المعاملة مع الكبراء لأن هذه حقيقة يقينية فالمستضعف إذا كان من صاحب الحق وإذا كان من أهل الإيمان فهو الأولى هو الأولى من الكبير فأن تحترم الضعيف أن تحترم الفقير أن تحترم المسكين أن تحترم الأرملة أن تحترم الضعفاء أصحاب الإيمان وأصحاب اليقين هم مقدمون على الأغنياء والأثرياء وأصحاب القرار لأنهم أحباب الرحمن وصار النبي الكريم يطبق هذه القاعدة حتى إنه مرة كان أبو درء الغفاري وهو رجل عظيم ومن قبلة غفار وكان سلمتهم أنهم فيهم بياض وفيهم زرق في العيون وأشقر الشعر وكي يعجبون المظهر دياله وتخصم مع سن بلال حبشي وبلال كان من الحبشة كان أسود لون فقال اذهب يا ابن السوداء فغضب عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال لو إنك مرء فيك جاهلية لا تحقر الضعفاء لا تحقر العبيد لا تحقر من عنده بشرة من السوداء وقال بأن بلال هذا سيكون أول من يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله يدخل أول جنة قال سوف يسبقني قالوا كيف يسبقك وأنت نبي فذكر بعض العلماء أنه سوف يسبقه كما يسبق الحاجب الملك فسيدي النبي لا أعطى الله هذا المقام مرة أخرى صهيب الفارسي ملكا مع الصحابة وبدو يزعوا بعد المهام لأنه من شمع عربي هو فارسي من الفرس فبعض الصحابة عندهم النزع العروبية أنه عربي فقال هذا فارسي هذا أعجمي نحن العرب فقال النبي الكريم إياكم أن تفاضلوا باللغة وبالانتماء للعرق ثم أراد أن يحسم الموقف فقال سهيب الفارسي هو من أهل بيت رسول الله هو من أهل بيتنا مني مني فأعطاه الله تعالى وأعطاه النبي الكريم شرفا عظيما ومقاما رفيعا وهكذا صار النبي الكريم كلما وجد ضعفاء وجد أرامل وجد مستضعفين في الأرض يرحمهم ويعزهم ويكرمهم لأنه فهم الدرس الدرس جاءه من أعلى سبع سماوات من الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى هذه الصورة كلما كان النبي الكريم يقرأها يرتعش وكلما قرأها كان يفزع وكان الضعفاء من أهل الأمة إذا قرأوها يفرحون كان الضعفاء والفقراء والمساكين والعبيد والمستضعفين إذا قرأوا يفرحون يقولون ربنا عز وجل أنصفنا من فوق سبع سماوات ربنا كرمنا وأعزنا وأعاد إلينا الاعتبار فكانوا من العاشقين لله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة